أعلن أن أب خليل الصالح تبنيه طلبا لتكليف لجنة شؤون البيئة البرلمانية بالتحقيق في قضية نفوق الأسماك على سواحل جون الكويت بكل أبعادها ومؤكدا أن القضية تتطلب موقفا مسؤولا من الجهات الحكومية المختصة وشدد على ضرورة الكشف عن الأسباب الحقيقية لتكرار الظاهرة التي تهدد الثروة السمكية للبلاد وتثير المخاوف حول وجود مواد سامة وضارة بالبيئة وصحة الإنسان في مياه البحر ودع الصالح إلى أن يسند اللجنة مهمة بحث حقيقة تسمم المياه في البلاد من عدمه ومشددا على ضرورة الاستعانة بالخبرات الكافية لوضع النقاط على الحروف في هذا الملف